بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع قراءة الكليبر أو القدم المترية ذات الساعة بتدريج 1% من المليمتر يعتبر هذا النوع من الكليبرات ذات الساعة من أكثر أنواع الكليبرات استخداما بسبب الدقة المرتفعة الموجودة على هذا الكليبر والسبب الثاني هو ببساطة سهولة استخدام وسهولة قراءة هذا النوع من الكليبرات إذا انتبهنا على الكليبر الموجود أمامنا هنا نلاحظ أن الساعة هنا مقسمة إلى 100 تقسيم وفي وسط الساعة مقدار الحساسية أو مقدار التدريج لهذا الكليبر هو 1% من المليمتر لاحظ هنا بجانب مقدار الحساسية سهمان يشيران إلى شرطتين بمعنى أن عندما نفتح هذا الكليبر ويتحرك المؤشر من أحد التدريجات إلى التدريج المجاور فإن الكليبر يفتح بمقدار 1% من المليمتر إذن الـ 1% من المليمتر لها عدة تسميهات قد تسمى أقل قراءة ممكنة على هذا الكليبر في بعض الأحيان قد تسمى مقدار الحساسية إذن لاحظ ببساطة لو قمنا بحساب كم يفتح هذا الكليبر إذا دار المؤشر أو إذا عمل المؤشر دورة كاملة طبعا عندما نفتح الكليبر يتحرك المؤشر مع اتجاه قارب الساعة إذن إذا جعلنا المؤشر يدور دورة كاملة كم مقدار المسافة التي يفتح هذا الكليبر ببساطة كما ذكرت في العرض السابق يوجد لدينا هنا 100 تدريج على ساعة القياس وكل تدريج يمثل مسافة مقدارها 1% من المليمتر إذن نضرب المئة في 1% من المليمتر إذن الإجابة 1 مليمتر إذن لاحظ هنا ببساطة حتى نفهم طريقة استخدام وقراءة وفهم هذا الكليبر نقول أن المؤشر عندما يدور دورة كاملة فإن الكليبر إما يفتح أو يغلق بمقدار 1 مليمتر طبعا كما ذكرت أيضا في العرض السابق يجب بداية التحقق من تصفير أداة القياس وعملة التصفير تتم بأن نغلق الكليبر بقوة مناسبة وهذه القوة التي نغلق فيها الكليبر هي نفس القوة التي نستخدمها أثناء استخدام الكليبر وتثبيت قطع العمل عليه لاحظ هنا المؤشر يجب أن يشير إلى الصفر داخل التدريج الموجود في الساعة إذا لم يشير إلى الصفر يمكن ببساطة تحرير هذا البرغي بتدويره عكس اتجاع قارب الساعة في هذه الحالة يتحرر الإطار الخارجي إذا لاحظ يمكن تدوير الإطار الخارجي إما باتجاع قارب الساعة أو عكس اتجاع قارب الساعة حتى نحاذي المؤشر بالتدريج صفر ثم في النهاية نغلق هذا البرغي حتى نثبت الإطار لاحظ عندما نقوم بتدوير الإطار فإن المؤشر لا يتحرك وإنما الذي يتحرك هو التدريج الداخلي الموجود داخل الساعة دعونا نفهم كيف يمكن استخدام قراءة هذا الكاليبر لاحظ في الشكل العلوي هنا كاليبر مفتوح على مسافة معينة طبعا لاحظ هنا نظام التدريج هو نظام متري بالنسبة للتدريج الأساسي طبعا التدريج الأساسي هنا الموجود على المصدر هو عبارة عن تدريج بالمليمتر لاحظ هنا بالنسبة للمرجع في قياس أدات أو التدريج الأساسي هو ببساطة هذه الحافة الحافة التي يتكون منها الجزء المنزلق على المصدر إذن لاحظ هنا الحافة تجاوزت شرطة الواحد ثلاثين مليمتر إذن نقول قراءة التدريج الأساسي هي واحد ثلاثين مليمتر إذن واحد ثلاثين مليمتر نضيف إلى هذه القراءة قراءة الساعة لاحظ الساعة هنا تشير إلى الرقم خمسة وستين إذن نقول خمسة وستين بالمئة من المليمتر هي قراءة الساعة نقوم بجمع هذين الرقمين إذن القراءة النهائية تكون واحد ثلاثين وخمسة وستين بالمئة من المليمتر إذن هذه طريقة قراءة هذا الكاليبر إذن أعيد بالنسبة لقراءة التدريج الأساسي نستخدم حافة الجزء المنزلق كمرجع لقراءة التدريج الأساسي إذن في الشكل أن التدريج الأساسي الذي تجاوزه أو تجاوزته الحافة هي التدريج واحد ثلاثين مليمتر إذن لاحظ زيادة على الواحد ثلاثين مليمتر نقرأ فيها ساعة القياس إذن في الأسحل هنا يوضح تفاصيل القراءة طبعا الواحد ثلاثين هنا باللون الأزرق المقصود بها هي قراءة التدريج الأساسي أما بالنسبة للقراءة باللون الأحمر فهي قراءة الساعة إذن المجموع الكل للقراءة هي واحد ثلاثين فاصل خمسة وستين بالمئة من المليمتر دعونا نأخذ هذه المسألة لاحظونا بداية أن نقرأ التدريج الأساسي إذن التدريج الأول هو التدريج الأساسي نقوم بقراءته لاحظ نعتمد هذه الحافة كمرجع لقياس التدريج الأساسي إذن لاحظونا آخر شرطة ظهرت على التدريج الأساسي هي هذه الشرطة وهي شرطة الثلاثة وخمسين مليمتر إذن نقول قراءة تدريج الأساسي ثلاثة وخمسين مليمتر والزيادة هنا بمعنى المسافة بين شرطة الثلاثة وخمسين مليمتر والحافة يتم أخذها من خلال قراءة ساعة القياس لاحظ المؤشر هنا يشير إلى الرقم خمس سبعين بالمئة من المليمتر إذن نقول قراءة الساعة هي خمس سبعين بالمئة من المليمتر إذن مجموع القراءة الكلية هي ثلاثة وخمسين وخمس سبعين بالمئة من المليمتر هذا مثال آخر على قراءة هذا النوع من الكاليبرات لاحظ قبل البدء بعملية قراءة الكاليبر ذو الساعة يجب التحقق من مقدار حساسية الكاليبر ذو الساعة حتى لن نقوم بعملية قراءة بطريقة خاطئة إذن نعتبر حافة القطعة المنزلقة هي المرجع لقراءة التدريج الأساسي إذن لاحظنا التدريج الأساسي هو 16 مليمتر أما بالنسبة لتدريج الساعة فالمؤشر يشير إلى التدريج رقم 20 وكل تدريج قيمته 1 بالمئة إذن الرقم 20 معناها 20 بالمئة من المليمتر إذن نقول التدريج الأساسي قراءته 16 مليمتر إذن نقول 16 ونضيف على هذه القراءة قراءة الساعة إذن قراءة الساعة هي 20 بالمئة من المليمتر إذن مجموعة القراءة الكلية هي 16 و20 بالمئة من المليمتر لاحظ في هذا النوع من الكاليبرات لاحظ دائما وأودا القراءة تتكون من مليمترات كاملة وبعد المليمترات كاملة يوجد فاصل عشرية وبعد الفاصل العشرية يوجد منزلتان المنزلة الثانية المنزلة الثانية يمكن أن تكون إما صفر أو واحد أو اثنان ولغاية التسعة هذا السؤال يطلب مننا قراءة هذا الكاليبر ذو الساعة إذن كما ذكرت بداية نتحقق من مقدار حساسية هذا الكاليبر إذن واحد بالمئة إذن هذه هي الحافة التي نستخدمها كمرجع لقياس التدريج الأساسي إذن لاحظ هنا التدريج الأساسي تجاوز هذا الخط وهذا الخط ببساطة هو خط الثمانية وعشرين مليمتر إذن نقول ثمانية وعشرين مليمتر فاصلة الآن نقرأ ساعة القياس لاحظ المؤشر يشير إلى التدريج رقم تسعين إذن نقول تسعين بالمئة من المليمتر لاحظ هنا قد ينتبه أحدهم فيقول أن شرطة التسعة وشرين جزء منها ظاهر هل نقرأ التسعة وشرين أم ثمين وعشرين طبعا ما يحدد الإجابة على هذا السؤال هو موقع المؤشر الموجود داخل الساعة فإذا كان المؤشر موجود على يسار الصفر فمعنى هذا القراءة أن الشرطة أو الحافة لم تصل الشرطة رقم تسع وعشرين أما إذا كان المؤشر موجود على يمين الصفر الموجود في الساعة فنقول القراءة تجاوزت التسع وعشرين لاحظ في المثال أمامنا هنا المؤشر موجود على يسار الصفر إذن القراءة ليست 29 ونقرأ التدريج الأساسي على أنه 28 ملي متر لنأخذ هذه المسألة لاحظ هنا الحافة التي تكون في مقدمة الجزء المنزلق لاحظ هنا الإشارة أو التدريج رقم 29 ملي 39 عفوا طبعا الثلاثة هنا المقصود بها 30 ملي متر على التدريج الأساسي طبعا هذه التدريج هو 35 ملي متر إذن 36 37 38 39 إذن نقول 39 الآن نقرأ الساعة لاحظ المؤشر يشير إلى الصفر إذن نقول أن القراءة هي ببساطة 39.02 ملي متر لاحظ أيضا هنا يمكن أن يكون هناك نوع من اللبس بأن نقرر هل الحافة التي نقرأ من خلالها التدريج الأساسي التي هي بالضبط على التدريج 29 أم هي موجودة قبل 29 أم هي موجودة بعد 29 طبعا كما ذكرت في المثال السابق موقع المؤشر الموجود داخل الساعة هو الذي يحدد الإجابة على هذا السؤال إذن لاحظ في مثالنا هنا المؤشر يؤشر على الصفر بالضبط إذن نقول الحافة محاذية للتدريج رقم 29 ملي متر وقراءة تدريج الساعة هي 00 إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لقراءة هذا النوع من الكاليبرات ذات الساعة التي تكون فيها مقدار الحساسية أو ما يسمى أقل قياس ممكن هو 1 بالمئة من الملي متر في العروض القادمة إن شاء الله سأتحدث عن الكاليبر ذو الساعة الذي يكون مدرج بالتدريج الإنشي وفي بعض الأحيان يكون هناك التدريج مزدوج بمعنى يكون على الساعة تدريجان أحدهما يكون بالنظام المتري والآخر بالنظام الإنشي وفي بعض الأحيان الساعة قد تكون لديها تدريج واحد فقط وهذا التدريج يكون بشكل كسري وبالإنش شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته